هو أول يوم وطأت فيه أقدام هؤلاء التلاميذ لقسم السنة الأولى ابتدائي فمن منا لم يتذكر أول يوم التحاقه بمقاعد الدراسة والتي تعني الكثير بالنسبة للأولياء والأساتذة خاصة مع ذكرياتهم لأول مرة بثوب التلميذ دائما هذه ذكريات تبقى لأسخة وكل من يجينا دخول مدرسي ويجينا خاصة تلميذ السنة الأولى يعني لهم أجددوا صغار وأول مرة يجيوا للمؤسسة وأول مرة يتعرفوا على الأساتذة يتعرفوا على زملاء أجدد يعني بطبيعة الحال أكيد رح ترجع بنا الحالين للماضي والحمد لله لو كانوا نشوفوا واش شفنا في الماضي واش كان متوفر واش رح متوفر الآن يعني فرق كبير ماذا بنا احنا نمشو الأمام والأخطاء اللي كانت في الماضي نصحوها الشاب بولانوار صار اليوم أستاذا في الابتدائية تذكر يومه الأول في المدرسة حين كان يرافقه جده إلى المدرسة فرغم الظروف الصعبة التي كان يدرسون بها إلا أنها كانت لها طعم خاص أنا الآن أمر بها كوني قد بلغت الأربعون أو فيت الأربعون سنة تذكرت يعني يوم التحاق بمدرسة كيف يعني أخذني يعني الجد رحمه الله للمدرسة وتركني يعني هناك ثم التحق بمقاعد يعني ليست كهذه المقاعد المجهزة ببساطتها لكن كان لها طعم يعني في ذلك الوقت فبين الأمس واليوم قصة طويلة بقيت راسخة في ذاكرة جيد من الأساتذة وأولياء التلاميذ عن أول يوم دخلوا فيه المدرسة وهم اليوم يستقبلون ويرافقون أبناءهم بعد عودتهم لمقاعد الدراسة وسط أجواء مميزة